عمشوف انت راضي اكتر او انت مقتنع اكتر بوضعك اكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم او احد من اسباب الخلافات بينكم في طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لانه عمشوف انه في كتر من المشاعر ما مش عم بتحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عمشوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون او في بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون ولد الغيرة بينكم او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة عم الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لانه الوضع بينكم عمشوف عفوي او ما فيه له طريق او نمط او ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص انت وهو مش بعلاقة جدية فصعب عليك انه انت اه تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه بينكم اه الطاقة المائية عمشوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض سول ميت لانه عندك فانت وايضا عندك ففي طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر وكأنه سول ميت وكأنه رفيق الدرب ايضا اه ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من اسباب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه اه خط معين تمشوا عليه يعني انت وهو بعلاقة ولكن اه ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهيدا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما فيه التزام جدي بالعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون او نهاية التواصل بينكم يعني شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف انت بالمستقبل عم فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك هالشخص وعم تحس انك لانه انترابمنت هال هالمرة هالكرت ما يعادل او ما يوازي ناين او السورد يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور قبل ماضي عم تحس انك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافه الحلو بهاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري اوف سوردس ثري اوف سوردس عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف وجرح بالمشاعر ولكن مع انه الدكة عندي ما فيه كروت معلوبة الى انه الكرت يجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سوردس بيرمز على انك طالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة او رح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم الى انه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها انك مظلوم من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او كونكشن او تواصل ما زبط مع شخص ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة لانه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف انت مركز اكتر يعني انه انت بدك عادل بالموضوع بالمستقبل في خطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل فاغلب العروض هاي عم شوف انه مش رح تستهويك او مش رح تعجبك يعني بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواته بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني يعني بطاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس بحزن عم يحس انه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لانه عنده اس اوف كبس يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين الى انه مش رح يعبر عن هالاشي يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر نقول لك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى او في عندك حوالينك اشخاص اخرى هو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه انه بالعقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لانه بيكن المشاعر لالك ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر ان شو هو بيحس تجاهك ممكن ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون وفي عندك ايضا رضا نفسي فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له انه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي خايف من الرفض ايضا لانه عندك هون ريجكشن فهالشخص خايف انه بس يعبر او اذا اجا حكى معك خايف من انه ينرفض او انت ترفض ارض الحب تبعو لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم او بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف موقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات لانه تنتيشن عندكم تنتيشن ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك وروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك ممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اشي مش رح تفيدك او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيه علاقة مع بعض حاليا ولكن الامور مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضا بدها تخرب بينكم لانه تنتيشن فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكشن بينكم لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة عم شوف او عم شوف او عم شوف خيانة او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم والفعل الفعل البعض منكم اللي بيه علاقة حاليا بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك او اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من اه دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيهم ايضا البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك في عندك في بدك متركز على الامور اللي راحت لانه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مقتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لانه اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي افهمت علي؟ ممكن تكون ايضا خسارة بينكم مادية صارت او خسارة بنوع من ال بالعلاقة بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبين هالشخص ضعت ولكن البعض منكم لانه عندك ففي تحرك بينك وبين هالشخص في طرف راح يتقرب الى شخص الاخر او ايضا راح يكون في عندك عرض حب من هالشخص او ممكن انت تقدم من زودان او لابد من قد ترنت او لابد من هالشخص او لابد من بفرد ان الحديث